نبدأ أحمد العياشة بسعيد إرزي من التحقيق الذي وقع اليوم في المحكمة العليا مع والي ولاية سعيدة سيد سيف الإسلام لوح ابن شقيق وزير العدل السابق سيد لوح حسب المعلومات التي تسربت اليوم تم توجيه مجموعة اتهامات إلى سيد سيف الإسلام لوح وتم التحقيق معه اليوم لمدة ثلاث ساعات أظن في المحكمة العليا ولكن الرجل خرج كما دخل حسب البيان من المحكمة العليا حسب المحكمة العليا تم سماع أقوال سيد سيف الإسلام لوح في خمس تهم وجهت له خمس تهم القضية أو قضية فساد تتعلق بسيد محي الدين تحكوت رجل للأعمال الشهير التهم التي وجهت إلى سيد سيف الإسلام لوح هيع منح امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي أن يخرق القوانين والتنظيمات تعارض المصالح الرشوة في مجال إبرام صفقة العمومية وتبديد أموال العمومية ولكن ويجب أن نركز على هذا سيد والي ولاة سعيدة سيد لوح سيف الإسلام خرج كما دخل بدون توجيه اتهام وبدون التزام يعني وضع المتهم في حالة إفراج ولكن النيابة استأنفت القرار يعني أنه لم تؤكد محكمة العليا التهمة ضد والي ولاة سعيدة وبالتالي دخل متهمة وخرجة مبرعا من التهمة النيابة طعنت في القرار سنرى ماذا سيحدث لاحقا يجب التذكير أنه سيد سيف الإسلام لوح هو ابن شقيق وزير العدل طيب لوح الذي كثرت بشأنه القرارات والتأويلات ودوره كوزير العدل سابق في تجميد كثير من القضايا التي فتحت في أهده هل هذه يتحملها هو ما يتحملها نحن لا ندري ولكن سنرى ماذا ستكشفه تحقيقات في الأيام القليلة القادمة